اشتركوا في القناة في مدينة الرياض خلال شهر إبريل الحالي وقد سلم الرسالة إلى جلالة الملك المفدى سعادة الدكتور عبد الله بن عبد الملك للشيخ سفير المملكة العربية السعودية لدى البحرين خلال استقبل جلالته له هذا اليوم وعرب جلالة الملك المفدى عن خالص شكري وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على هذه الدعوة الكريمة مؤكدا على عمق أمتانة العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع المملكتين وأشعبيهم الشقيقين وما يربطهما من تعاون وطيد وتنسيق مشترك في كافة المجالات في إطار المسيرة المباركة لمجلس التعاون كما شاد جلالة الملك المفدى بجهود خادم الحرمين الشريفين في خدمة القضايا الخليجية ومبادراته الرائدة حفظه الله لترسيخ الأمن والاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة والعالم متمن أن جلالته كذلك الدور القيادية الذي تطلع به المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم مسيرة العمل الخليجي المشرك لتحقيق المزيد من الإنجازات لشعوبنا الشقيقة وعرب العاهل المفدى عن تمنياته للقاء القمة المرتقب بالتوفيق والسداد خدمة للعلاقات الوطيدة والتعاون والتنسيق الوثيق بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية بما يعود بالخير والمنفعة على الجانبين ترجمة نانسي قنقر